هلا حبايبي بيتمنى لكل يكون بخير اليوم راح نعمل توقعات الجدي مرحبا يا برج الجدي اذا كنت في القناة تضغط على زر الاشتراك و اذا كنت اقديم يعني و كمان تضغط على زر الجرس من شان يصلك كل جديد و اذا كمان كنت يعني قديم معايا في القناة تضغط على زر الاعجاب وتخليلي في كومنت تكتبلي في الكومنت اذا القراءة مشت معك وبنسبة كم حبايبي و اذا بدكم يعني عمل توقعات اخرى يعني يعني باختار حجر او بالاحرف او بالعشريات اوكي اوكي برج الجدي اوكي حبايبي هلا راح نشوف الجدي الجدي اللي بصراحة بصراحة الجدي اللي صعب يعني اول شي راح نشوف العاطف وبعدين المال الجدي اللي صعب يعني يحب يحب حدا بصراحة اه الجدي اللي بصراحة ما بيوثق كتير في الناس يعني لازم موت تعمل منشان يعني مد طويلة شوي منشان يثق في انسان ما وبيشرك كتير بغار اوكي حبايبي هلا راح نشوف الجدي عاطفين اوكي راح ناخدها هي داقسك او لا ما راح اخدها اوكي اوكي ليش ياريتني اخد طاقة اللي كانت قبلها اوفرنا تكمل الورق انو طلعتلي طاقة بتتكرر بصراحة اوكي اوكي حبايبي هاخد كمان كروت لطاقتل اخدتو اخدتو ضيحات اوكي حبايبي اوكي 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 ثمانكم راح يتزوج لانو طلع اللي كارت الزواج او حاد بيفكر انو يعمل بيت او يتزوج او افتاقتكم حبايبي بس اول شي طلع اللي راح اخد اول شي طلع اللي افتاقتكم افتاقتكم يعني حزن بكاء بكاء على الاطلال زي ما بنقول يعني على الاشياء اللي ماضت على الاشياء اللي راحت ليش يا برج الجديد ليش بس الكروت الثانية بتبشر بصراحة بالخير اوكي هاي طاقتكم يعني طاقت حزن اكتئاذ افكار بالليل يعني بالليل لما تيجي تنام لما تيجي تنام يعني بحس كأنك لما تيجي تنام زي ما عندك الارهاق الارق الارق عصم حبايبي يعني ما بتقدر تنام بالليل بشوف كمان رح تستشفي رح تستشفي من هالاشياء رح تستشفي من هالاشياء والتعلق ما رح يبقى وكمان فيكم اللي رح يتزوج او رح يجيك عرض زواج او بتفكر انك تقدم عرض زواج اوكي حبيبي اا كمان يعني رح يموت شي شي كان مو حلو في الماضي رح يموت ورح ينبني شيء جديد ورح تيجيك فرصة جديدة او رح تقدم عرض جديد لانساننا رح يموت للاشياء السيئة والافكار السلبية رح تموت وما رح تبقى وشيفك كمان الحد والكارما لجانبك شوفها عندك كارما بصراحة من اكتر وكمان بمتشوفها وحشا رح تكون كارما حلوة تشوف حد ومتشوف حد وممكن تلاقي تلو امروحك تلو امروحك تلو امروحك ممكن تلاقي تلو امروحك فهالشهر حبيبي يعني برج الجدي رح تلاقيت وأمروحك هالشهر وانك ما تربط وانك عيونك مغماضا ما رح تبقى في هالطاقة ما رح تبقى في هالطاقة الزعل و هالطاقة يعني طاقة الزعل وطاقة الكتئاب وطاقة الافكار السلبية وهيك ما رح تبقى نرى شهر سبعة رح ينفتح لك باب انك تلاقيته وامره وحق بس فتح عيونك منيح منشان تلاقي الشخص المناسب رح يجوك عرض كثير بس واحد فيهم اللي رح يكون مناسب لازم تصب الاختيار ممكن هذا الانسان اللي رح يكون مناسب ممكن يكون برج ترابي اكتر شي يعني تور او جدي او عذراء كمان بشوف لازم تجلس مع روحك لازم تعتر روحك الاولوي وتريح نفسك نفسيا وتنام انك ما بحس كأنك ما بتنام كثير يعني عندك العرق يعني ما بتقدر لما تجي الليل وتنام ما تقدر تنام عقلك بي يخدم يشتغل 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 ما عم يوقف يعني بيفكر يفكر يفكر وانا بصراحة بعرف ان برج جدي على طول عقله بيشتغل ما بيوقف تفكير بصراحة برج الجدي بعدين بعد الاحيان بحسك انك يا برج الجدي بت بت يعني ازرح كلكم يعني بت ازرح وصل لك الفكرة يعني بتصير اوفار لما تفكر كتير بت يعني بتكتر من التفكير درجة انه ما لازم تكتر منه لانه بيرجع لصح تكسل بيا اوكي حبيبي بس بحسك انه رغم رح تلاقي توقمك وكل شي بس لسه انت باصص عن الماضي ليش لسه باصص عن الماضي وعلى اشياء اللي راح تلاقي توقمك بس الماضي لسه مخلي اثر جواتك فهي انتو علي حبيبي اه بشوف كمان انكم هتكونوا مستقرين يمكن لما توصل واحد استقرار مادة من شان هيك انكم حالي ان تحسوك انكم مستقرار مادين تكون كتير بعيد تفكر بالزواج لانه مستقر بحسك انه مستقر مادين اوكي حبيبي هالشه رح تلاقي سوء مروحك بصراحة سوء مروحك رح تلاقي هالشه بس حاول تفتح حيونك والكارمال صالحك يعني الحد لصالحك مو ضدك لصالحك حاولت تستغل ها هيدا الشي اوكي طاقة ترابيه طاقة ترابيه جميع الابراج وطاقات هوايه وبرج الغلو اوكي هلأ رح ننوح مانيا حبيبي وقع الكروت اصفى حبيبي رح احبس الفيديو يعني اجمع الكروت وانا معكم اوكي حبيبي وقع الكروت يعني جمعتم اوكي هلأ رح ننشوف عمليا عند برج الجدي شو رح يصير عند برج الجدي برج الجدي في العمل والمال بسفة عامة حسك انك في العمل رح رح يجيك رح يجيك مال رح يجيك مال رح يجيك يعني قلت لكم انتو وصلتوا لاستقرار مادي زي ما قلت لكم في الاول يعني انتو وصلتوا لاستقرار مادي ما يعني رغم انكم وصلتوا لاستقرار مادي وبدكم تتزوجوا اكتر فيكم يعني ملكة ملكة بدكم تتزوجوا لانكم بتحسوا انكم استقرار مادي بس لسا متحسس يعني لسا متمسكين بالاشياء اللامضتوا بتتحسروا بتتطلعوا بتتفكروا يعني الزكريات بس حبيبي بعد ان كل هالشي رح يجيكم مبلغ من المال اذا كنتم يعني سلفتوا حدا مال او حدا رح يأتيكم مال او انكم رح تترقوا في عملكم رح يجيكم مال ما يعني ما كنتوش انتم متوقعين هالمال رح يجيكم عشا اذا كنتم يعني شخصنا استلفتوا يعني يستلف من عندكم مال رح يردهم لك وممكن يردلك فوقهم اكتر يعني من المال اللي عطيتوا كمان رح تترقى يعني رح تترقى في منصبك واللي مش عنده شغل بحيث هو رح تيجيه فرصة صراحه مكتر منيحة بس رح يشتغل رح يكون في شوية تعب بس في الاخر رح يشتغل بالنسبة للناس اللي مو بيشتغلوا اللي بيبحثوا عن عمل حس كأنك في العمل يعني رح تتواصل مع ناس كتير ناس مو مو يكونوا من جنسيتك من جنسيتك يعني غير عربية او من او من عرب عرب بس دول مختلفة يعني مو من مدينتك ومو من بلدك يعني مثل مغرب رح تتعرف عن واحد لبناني او مصري او فهمتوا عليه حبيبي او ممكن مصري يتعرف على حدا من مصري حدا يتعرف على واحدة من من امريكا واحدة من لوسيا فهمتوا عليه حبيبي هايك يعني هالطاقة يعني رح تتعرف ناس كتير ممكن مو من جنسيتك او من من بلدك او مو من دينك ممكن يكون كمال الديانة مختلفة عني رح تتواصل هالشهر مع ناس كتير ورح توصل الاستقرار في الاخر انك رح توصل الاستقرار مادة اوكي حبيبي هلأ رح نروح للصحة اسمحوا لي حبيبي للصحة رح نشوف للصحة صحيان شو رح يصير مع برج الجدي صحيان حبيبي كما قلت لكم ممكن يكون اكتر شي يعني اختلاف يعني مع شخص ما في الديانة او في المعتقد او في طبقة يعني طبقات المجتمع او بصراحة بصراحة يعني ما بقامن بها الفكرة يعني بتاعت طبقات المجتمع يعني بصراحة اوكي او عقائديا او دينيا او في البلد او في التقافي يعني في اختلاف ما اوكي اوه هلا احنا شوف اوه يعني على الصحة بصراحة بشوف ممكن يجيكم تواصل تواصل اللي رح يدعلكم وخليكم كلام ممكن كلام اللي يخليكم انتو الزعلانين يعني متضايقين جوتكم متعصبين متنفزين متعجبكم بعد الحكي رح تسمعوا ما رح يعجبكم منشان هيك بحسك انكم رح يسير يوجعكم راسكم ممكن من هالكلام اللي رح تسمعوا رح يوجعك راسك و ما رح ما رح تحب تسمع هالكلام رح يوجعك راسك بصراحة هاد الشي اللي بشوف بصراحة رح يوجعك راسك و كمان بشوف منكم خد بالك يعني مو كتير بس خدوا بالكم يعني اللي من برج الجدي و عنده سيارة يعني خد بالك اذا تعمل حادثة حادثة بالسيارة اوكي بصراحة انا بنبهكم ما بيتفايل عليكم او هيك بس بنبهكم مشان تاخدوا بالكم همتوا علي حبيبي يعني بصراحة هاد الشي اللي بشوفو و يا ربنا يبعد عليكم البلاء واي شي مو حلو يبعد عنكم بصراحة اوكيه حبيبي هيدا الشي اللي طالعي يعني في الصحة ااااااااااااااااaaa اللي جديد فى القنات دايما بقول هيا photographers اشتركوا في القناة اضغط على زر الاشتراك واللي قديم يضغط على زر الاعجاب واللي الجديد يضغط كمال على زر الاعجاب وبحبكم حبيبي I love you وكتبوا لي في الكومنت اذا القرأت ماشيت معاكم ومثبت كان وقلوا لي اذا توقعت بدكم يعملها كيف يعني وبحبكم حبيبي كتير I love you